تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة من سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة رفع فيها إلى سموه أسمى آيات التهاني وأطيب التبركات بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين على إقرار ميثاق العمل الوطني وأعرب سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة في برقيته عن بالغ الاعتزاز بما تحقق لمملكة البحرين من إنجازات ومكتسبات حتى أصبحت المملكة في مصاف الدول المتقدمة بفضل رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس بجس الوزراء حفظه الله دعين الله العلي القدير أن يحفظ سموه ويديم عليه موفور الصحة والسعادة لمؤصلة تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أيده الله ترجمة نانسي قنقر